مرة أخرى تعود ميدي إلى واجهة الأحداث على وقع المعارك العنيفة التي دارت في أطراف المدينة وتكبدت خلالها ميليشيا المخلوع صالح والحوتي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الجيش الوطني نفت دعاءات للعناصر الانقلابية بشأن سيطرتها على مواقع في أطراف ميدي لكنه أقر بأن معركة شريسة قد دارت مع عناصر الميليشيا في عدة مواقع حاولت تلك العناصر السيطرة عليها ومنها القلعة التاريخية التي تقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة أبطالنا ورجالنا استطاعوا بحمد لله صد هذا الهجوم ودحره إلى أبعد الحدود الهجوم المباغة الذي نفذته الميليشيا الانقلابية تزامن مع عملية استلام وتسليم للقيادة في المنطقة الخامسة ما دفع بالقائد الجديد للمنطقة اللوى محمد القيز إلى قيادة المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف طيران التحالف تدخل بقوة على خط المعارك منفذا نحو أربعين غارة جوية استهدف خلالها تجمعات الانقلابيين وإمداداتهم العسكرية واستهدف كذلك آليات ومخازن أسلحة في جبل أبو النار والمطارية ووادي بن عبد الله يحاول الانقلابيون إحراز مكاسب ميدانية مهمة في ظل عدم اليقين السياسي الذي يمر به اليمن في هذه المرحلة لكن الجيش الوطني والمقاومة يفشلون مثل هذه المحاولات ويحولونها إلى هزائم محققة تتراكم على خط المغامرة الانقلابية التي تشك على الاندحار